وتعليقا حول المؤتمر الدولي للطاقة النووية يسعدني أن أرحب سعادة سفير حمد الكعبي موثل الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا رحب فيك ساعتك اليوم ولو نتعرف على هذا المؤتمر الوزاري الدولي الذي سيكون فيه أبوظبي ومخرجات هذا المؤتمر أهلا وسهلا الطاقة النووية اليوم تلعب دور كبير في العالم لإنتاج الكهرباء تشكل حوالي 11% من الطاقة في العالم مصدرها من الطاقة النووية يأتي هذا المؤتمر وهميته لنقاش دور الطاقة النووية مستقبلا في تحقيق الهداف التنمية المستدامة وفي تحقيق اهداف امدادات الطاقة لكثير من الدول اختيار الإمارات اليوم لهذا المؤتمر الوزاري يأتي في اعتراف وتقدير لجهود الإمارات في هذا المجال ناسيما في النهج المسؤول لدولة الإمارات في تنفيذ البرنامج النووي بشكل يعتمد على تعهد بي على معايير السلامة النووية والأمن النووي حظر الانتشار نعم بالحديث عن البرنامج النووي لماذا اختارت دولة الإمارات المضي قدما في هذا البرنامج النووي السلمي الاختيار الطاقة النووية جاء بناء على دراسات عميقة لحصول على مصادر للوفاء أو لسد الطلب على الكهرباء الطلب على الكهرباء متزايد بشكل كبير في دولة الإمارات من متوسط حوالي من 7 إلى 8% سنويا بالدراسة الخيارات المطروحة للدولة لسد هذا الطلب المتزايد تم الوقوع أو اختيار الطاقة النووية لما تمثله من أو لما تنافس به المصادر الأخرى من ناحية الاقتصادية ومن ناحية البيئية كونها مصدر طاقة ممكن الاعتماد عليه لسد حاجات كبيرة لقطاعات مثل قطاعات اقتصادية وقطاعات الاستخدامات الأخرى في الدولة نعم إذا ما حدثنا عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي أين وصلت أخر المستجدات في المشروع في محطات براكة النووية السلمية اليوم تعتبر محطة براكة النووية في مراحل متقدمة جدا من الأعمال الإنشائية يوجد أربع مفاعلات نووية في المراحل المتقدمة في نسبة اكتمال مشروع الإنشاءات حوالي 82% لأربع المفاعلات المفاعل الأول متقدم جدا بنسبة 96% من الأعمال الإنشائية ونتوقع إن شاء الله البدء بالأعمال التشغيلية للمفاعل الأول السنة القادمة كل الشكر والتوفيق إن شاء الله سعادة حمد الكابي ممثل المراحل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا شكرا لكم وإن شاء الله بيكون لنا لقاء في افتتاح هذا المؤتمر الوزاري الدولي في أبوظبي حتى ذلك وقت شكرا لك